اشتركوا في القناة and communication technology ده الترم التاني وهناخد فيه موضوعات جميلة قوي هنبتدي نبني معلومات اكتر على اخدناها قبل كده وزي ما احنا متعودين يكون معانا الم وكشكول نكتب فيهم ونذاكر منهم ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم احنا هنلخص المنهج بتاعنا وناخد ملخص كل درس المهم ان احنا نكون فاهمين معنى الدرس في الاول وبعدين هتلاقي الموضوع بسيط جدا لان المنهج بتاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات او الاي سي تي مبني على الفهم بشكل كدير جدا والجزء بتاع الحفظ فيه جزء صغير فالمهم ان احنا نكون فاهمين وهنلاقي نفسنا قدرنا نجاوب على كل الاسئلة بمنتهى السهولة ان شاء الله عندنا لسون وان اكتف اكسبلورر اكتف اكسبلورر او المستكشف الناشط بيكلمنا فيه عن حاجة اسمها التكنولوجيا الرقمية وبيكلمنا فيه عن شخصية اسمها ويليام تينر التكنولوجيا الرقمية يا اصحابي هي التكنولوجيا اللي بتساعدنا في ان احنا نعمل تواصل بيننا وبين الناس التانية زي التطبيقات المختلفة على الانترنت الخاصة بالتواصل زي الواتساب والماسنجر والفيسبوك ماسنجر والحاجات دي كلها دي من الادوات الخاصة بالتكنولوجيا الرقمية كمان التكنولوجيا الرقمية فيها حاجات تانية بتساعدنا ان احنا نعيش حياتنا بشكل اسهل زي مثلا المواقع اللي على الانترنت اللي بتخلينا نقدر نحجز تذاكر الطيران تذاكر القطارات مواقع التسوق المختلفة تقدر تشتري اي منتج انت عايزه من على الانترنت من غير ما تروح وتنزل تلف في المحلات وفي الاسواق تقدر دلوقتي تدخل على الانترنت وتشوف المنتج اللي انت عايز تشتريه وبعدين تشتريه وتدفع فلوسه كمان ويوصل لحد عندك دي برضو من ادوات التكنولوجيا الرقمية كمان من ادوات التكنولوجيا الرقمية انت تقدر تدفع اي فطورة بتاعت خدمة مثلا انت بتستخدمها في بيتك في حياتك وانت قاعد في مكانك او عن طريق اي متجر من المتاجر او اي محل من المحلات زي مثلا التطبيقات المختلفة اللي هي خاصة بدفع الفواتير زي فوري والخدمات المختلفة اللي زيه موجودة في كل حتة دلوقتي وكمان تقدر تدفعها عن طريق التليفون بتاعك او عن طريق الكمبيوتر بالحساب البنكي بتاعك الموضوع بقى اسهل بكتير المهم ان دي كلها تندرج تحت التكنولوجيا الرقمية فلازم نكون فاهمين ان التكنولوجيا الرقمية هي البرامج والادوات والحاجات اللي بتساعدنا في ان احنا نقدر نتعلم ونبحث ونتواصل مع الاشخاص التانية الكلام ده بيتكتب زين انجليش اول حاجة التكنولوجيا الرقمية اسمها Digital Technology Digital يعني رقمي وتكنولوجي يعني تكنولوجيا بيقولك هنا Through It من خلالها We can learn احنا ممكن نتعلم Research نبحث ندور على حاجة Socialize Socialize يعني نعمل تواصل اجتماعي Read the news ان احنا كمان نقدر نقرأ الاخبار Complete school projects ان احنا نعمل ونكمل المشروعات المدرسية بتاعتنا Communicate with friends and my family Communicate يعني نتواصل With friends and my family مع اصحابي ومع اسرتي يبقى مرة تانية Digital Technology Through It We can learn Research Socialize Read the news Complete the school projects Communicate with friends and my family دي اول حاجة التكنولوجيا الرقمية ولازم نكون فهمين كويس جدا يعني ايه تكنولوجيا رقمية تاني حاجة هنتكلم عن شخصية اسمها William Tanner William Tanner هي دي الصورة بتاعته هو الشخص ده هو طبعا شخصية من الشخصيات المميزة جدا هو عالم في علوم الانسان مجال علوم الانسان الثقافية وخبير تكنولوجي وانع افلام كمان فهو بيستخدم التكنولوجيا في انه هو يحل المشكلات المجتمع انه هو يعمل طبيقات تساعد الناس انه هو يعمل افلام بتناقش مشاكل معينة وازاي المشاكل دي تتحل فهو شخصية مميزة اسمها William Tanner he is a cultural anthropologist يعني علم في علوم الانسان الثقافية cultural يعني ثقافي anthropologist يعني علوم الانسان اسمها anthropologist anthropologist يعني علوم الثقافة الانسانية technologist وكمان خبير تكنولوجي and film maker film maker يعني صانع افلام يبقى William Tanner he is a cultural anthropologist technologist and filmmaker طبعا هيكلمنا عنه شوية هيقولك he used digital technology in a positive way as هو بيستخدم التكنولوجيا الرقمية بطريقة ايجابية يعني ايه طريقة ايجابية او positive way يعني طريقة تنفع الناس طريقة تنفع المجتمع او society اللي هو عيش فيه help other become successful digital citizens بيساعد الاخرين على ان يصبحوا مواطنين رقميين ناجحين successful digital citizens المواطن الرقمي او المواطنة الرقمية هنتعرف عليها كمان شوية وهي ان انت تستخدم التكنولوجيا بشكل سليم ومسؤول باختصار يعني هنتعرف عليها بشكل اكتر دلوقتي ان انت تستخدم التكنولوجيا بشكل مسؤول وبشكل امن دي اسمها المواطنة الرقمية فهو help others become successful digital citizens وهو كمان عمل design technological and digital tools قام بتصميم ادوات تكنولوجية ورقمية سهلة الاستخدام يعني عمل ادوات تكنولوجية زي تطبيقات وحاجات سهلة الاستخدام design technological and digital tools design some applications او صمم بعض التطبيقات زي تفاصيلتات فاسيلتات يعني بتسهل the performance of some work اداء بعض الاعمال performance يعني اداء بعض الاعمال of some work he worked to find solutions هو اشتغل علشان يلا احلول two problems للمشاكل so that society could benefit from his work لكي يستفيد المجتمع society could benefit from his work ممكن يستفيد من العمل بتاعه من الحاجات اللي هو عملها يبقى مرة تانية ويليان تينر هي دي المعلومات الخاصة به زي ما قلنا من شوية هو طبعا cultural anthropologist او عالم في مجال علوم الانسان الثقافية technologist and filmmaker خبير تكنولوجي وصانع افلام عمل الحاجات اللي احنا قلنا عليها من شوية وهي طبعا used digital technology in positive way help other become successful digital citizens design technological and digital tools design some applications that facilitate the performance of some work he worked to find solutions to problems so that society could benefit from his work وطبعا هو اشتغل لدى منظمات كبيرة كان شغال مع منظمات ومؤسسات كبيرة تساعد الاخرين بتساعد الاخرين وبتقدم خدمات علشان تساعد الاخرين فهنقول he worked for many organizations that provides many services that help others يبقى he worked for many organizations organizations يعني منظمات that provide many services اللي هي بتوفر خدمات كتيرة that help others that help others اللي بتساعد الاخرين زي مثلا الحاجات اللي بتعملها المنظمات دي هيقول لك مثلا booking tickets for trains buses flights حاجز booking يعني حاجز tickets التذاكر for trains للقطارات buses الأوتوبيسات flights ورحلات الطيران and visiting historical sites وكمان زيارة المواقع التاريخية through the internet through the internet من خلال عبر الانترنت انت ممكن تقطع تذكرة متحف معين عن طريق الموقع بتاعه عن طريق الانترنت وتحدد كمان اليوم اللي انت عايز تزور فيه في التالي لما تيجي تروح المتحف يكون معاك التاكت دي أو التذكرة دي وتدخل بمتال سهولة ممكن كمان تزور المتحف وانت في بيتك وتشوف الصور والفيديوهات الخاصة به برضو عن طريق الانترنت من غير ما تروح خالص فدي كلها خدمات بتقدمها التكنولوجيا الرقمية أو الديجيتال تكنولوجي زي ما قلنا من شوية وويليون تينر هو بيستخدمها علشان كده بنتكلم عنه وهو شخص مميز جدا ده كان لسون وان والدرس الأول تعالوا ناخد كمان لسون تو النهاردة وهو ديجيتال سيتزن شاب ديجيتال سيتزن شاب أو المواطنة الرقمية ده لسون تو ديجيتال سيتزن شاب أو المواطنة الرقمية إن انت تستخدم تكنولوجيا المعلومات إن ان اثيكال اثيكال يعني بشكل أخلاقي اثيكال يعني بشكل كويس بشكل أخلاقي من غير ما تضر نفسك ومن غير ما تضر الآخرين ريسبونسبول ريسبونسبول يعني ومسؤول يعني تبقى مسؤول عن أفعالك كده ما تستخدمهاش بطريقة تضرك أو تضر شخص تاني اند سيف اند سيف وآمنة ذات هلبس اللي بتساعد يو بتساعدك يعني use and benefit from digital technology إن انت تستخدم وتنتفع بdigital technology أو التكنولوجيا الرقمية and protect your digital footprint digital footprint footprint يعني بصمة digital footprint يعني بصمتك الرقمية وهناعرف يعني إيه digital footprint أو البصمة الرقمية دلوقتي فمرة تانية digital citizenship أو المواطنة الرقمية إن انت تستخدم التكنولوجيا الرقمية بشكل آمن وبشكل أخلاقي وبشكل يكون مسؤول بحيث إن انت تستنفع بالdigital technology أو التكنولوجيا الرقمية وفي نفس الوقت تقدر تنتفع بيها وتحافظ على digital footprint أو البصمة الرقمية بتاعتك يبقى مرة تانية digital citizenship it is the ability to use digital technology it is the ability to use digital technology in an ethical responsible and safe that help you use and benefit from digital technology and protect your digital footprint دي أول حاجة بيقولينا هنا كمان digital footprint أو البصمة الرقمية it is a record هو سجل of everything لكل حاجة you do انت عملتها on the internet على الانترنت كل حاجة انت عملتها على الانترنت ده اسمه digital footprint أو البصمة الرقمية بتاعتك يعني المواقع اللي انت زرتها والتطبيقات اللي انت حملتها والحاجات اللي انت كتبتها الأشخاص اللي انت تكلمت معاهم الأشخاص اللي تكلموا عنك الحاجات اللي انت بعدتها واستقبلتها كل دي الموجودة في سجل كده أو في record السجل أو ال record ده هو ال digital footprint أو البصمة الرقمية بتاعتك بتاثر ان صوتي متغير شوية وازوروني معلش يبقى مرة تانية it is a record of everything you do on the internet such as such as مثلا the websites you visit المواقع اللي انت زرتها the messages you send الرسائل اللي انت بعدتها the information you provide on the internet المعلومات اللي انت سبتها وبعدتها على الانترنت and everything وكل حاجة يشار انت شاركتها on the internet with others على الانترنت مع الآخر دي ال digital footprint بتاعتك أو البصمة الرقمية بتاعتك it is important هو مهم to share your information and the information of others safely and responsibly يعني ايه؟ يعني من المهم انت تشارك معلوماتك ومعلومات الاشخاص التانيين بشكل آمن ومسؤول طبعا بيقول لك هنا the digital citizen المواطن الرقمي has rights لحقوق and responsibilities وعليه مسئوليات طب ايه هي الرائت بتاعته؟ هو ليه أربع حقوق أو فور رائت وعليه أربع مسئوليات أو فور responsibilities تعالوا نشوف ايه هي الرائت بتاعته الأول you have the right to be protected انت ليك الحق ان انت تبقى محمي from piracy from piracy من القرصنة of your files ان حد يعمل قرصنة ويعمل ويختارق الملفات بتاعتك يعني ايه piracy piracy أو يعني ايه قرصنة الpiracy أو القرصنة ان انا اروح اخذ ملفات حد تاني او فيديوهات حد تاني او بيانات حد تاني حاجة هو كتبها او هو عملها وانا اخذها واقول ان هي بتاعتي وحط اسمي عليها وشاركها مع الآخرين وانا كمان ابيعها واخذ من وراها فلوس دي اسمها piracy أو قرصنة فان انت من حقك ان انت تكون محمي من القرصنة دي على الانترنت والبيانات بتاعتك تبقى محمية كمان يبقى you have the right to be protected protected يعني محمي from piracy of your files من ان انت يحصل قرصنة على الملفات بتاعتك information او المعلومات بتاعتك videos or stories الفيديوهات بتاعتك او القصص بتاعتك and not to be shared by anyone without your consent without your consent من غير موفقتك يعني ما تبقاش متشركة بوسطة اي شخص تاني من غير ال consent بتاعتك ال consent بتاعتك او الموفقة بتاعتك دا او ال right من ال rights بتاعتك تاني right هو you have the right to be communicate and interact with others انتليك الحق ان انت تتواصل وتتفاعل مع الاشخاص التانيين تالت حاجة you have the right to share your information and files and get them from the internet with crediting source يعني انت ممكن تشارك بيانات ومعلومات على الانترنت ومن حقك ان انت تشاركها حتى لو بتاعت شخص تاني طالما هو سامح بحاجة زي كده بس لازم تقول ال source او المصدر بتاعها ويكون مصدرها دا مصدر موصوق فيه مش اي مصدر وخلاص يبقى you have the right to share your information and files and get them from the internet with crediting source مع ذكر المصدر بتاعها وربع رايت او الرايت رقم اربعة بتاعك رقم اربعة بتاعك you have the right to use the internet انت من الحقك ان انت تستخدم الانترنت at any time at any time في اي وقت and any place واي مكان in accordance with law in accordance with law بي طبعا دا وفقا للقانون لا استخدمش الانترنت بشكل غير قانوني يبعن انت من الحقك ان انت تستخدم الانترنت at any time and any place in accordance with law law يعني القانون طبعا وفقا للقانون طب دا رايت بتاعتك ايه هي responsibilities بقى responsibilities اللي عليك هي هي فور responsibilities او اربع مسئوليات اول حاجة you must not share other people's content without their consent يعني ما ينفعش تشارك المحتوى بتاع الناس التانية other people's content without their consent من غير الموافقة بتاعتهم دي اول حاجة دي اول مسئولية عليك تاني مسئولية عليك او the second responsibility you must crediting source لازم تذكر المصادر بتاعت الحاجات لو انت جايب حاجات خاصة باشخاص تانيين لازم تcrediting source او تذكر المصدر ثالث responsibility عليك you must have a positive and ethical behavior behavior يعني سلوك in your use of the internet ethical قلنا يعني اخلاقي وbehavior يعني سلوك وpositive يعني ايجابي يبقى لازم يكون عندك سلوك ايجابي اخلاقي in your use في استخدامك of the internet للانترنت طب رابع responsibility هي never hack protected content او عا تقوم بأي قرصنة لأي محتوى محمي in order to share it علشان تشاركو with other or sell it مع الاشخاص التانين او انت تبيعو يبقى never لا تقوم hack protected content in order to share it with others or sell it طبعا دي الفور responsibilities او الاربع مسئوليات اللي موجودين عليك بكده نكون خدنا lesson one وخدنا lesson two اتمنى تكون استفدت من درس النهاردة لو عجبك الدرس اعمل like اتمنى الاي الف واحد استفادوا او الف like تحت الفيديو الاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان انا سايب لكم اللينك بتاعتها في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته